اليوم ربما تكون ليلة القدر وربما غدا وهكذا حتى آخر ليالي رمضان فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول التمسوها في العشر الأخير من رمضان أو العشر الأواخر فأحبتي في الله أحببت اليوم أن أتحدث معكم عن مواضيع مهمة كيف نلتمس ليلة القدر أيها الأحبة تأملوا معي أحبتي في الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انظروا إلى ليلة القدر أو شاهدوا ليلة القدر أو كذا لا هو قال التمسو ما معنى يلتمس الإنسان يعني يحاول أن يكسب شيء معين أو يلمس شيء معين واللمس هنا ليس لمس مادي إنما لمس معنوي أن تلمس إنسان يسير في الظلام نقول له تلمس مثلا الضوء يعني حاول أن تبحث عن الضوء حتى تجدهم فالتمسوا يعني أن كل واحد منا إذا حرص على الأيام العشر الأخيرة وبخاصة الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان كل يوم يقوم والقيام ليس أن تقوم يعني تقف لا أن تمسك سماعة الهاتف وتتصل بأرحامك بأخت لك في بلد آخر وتقول لها مثلا كل عام وأنت بخير أو السلام عليكم تطمئن عن حالهم إذا كانت مريضة تواسيها بك لما تتصل بأخيك هذا قيام أيها الأحبة من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه طبعا إيمانا واحتسابا والقيام هنا كما قلت لكم ليس أن تقوم وتقف لأن الله لا يريد مننا أن نقوم ونجلس ونقف يعني ربا مصل ليس له من صلاته إلا السجود والقيام والجلوس وربا صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فالقضية هنا قضية إخلاص وقضية عمل والنبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب أيها الأحبة عندما سئل عن أثقل الأعمال في ميزان الإنسان يوم القيامة يعني اليوم مثلا نحن نعلم أن أثقل شيء الذهب الألماس هناك معادل نادرة مثلا مثل يورانيوم كذا فهذه ثقيلة يوم القيامة أثقل شيء هو حسن الخلق يعني أنت مثلا خلال هذه الليالي العشرة أن تأتي بطبق طعام بشيء مثلا تعطيه لجارك تطعم فقير في ليلة ما تعطيه وجبة طعام تكرم إنسان ولو بتمرة مثلا تكرم إنسان بكلمة طيبة هذا من أعلى أنواع الثواب أحبتي في الله على فكرة وعندما سئل حبيبكم عليه الصلاة والسلام قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من لم يقل الراكعون أو الساجدون أو القائمون أو كذا أو المتصدقون حتى قال أحاسنكم أخلاقا إذن حسن الخلق طيب ما هو حسن الخلق الصبر من أهم وأعلى درجات حسن الخلق الصبر أن تصبر على من أذاك لأن هذه رسالة الأنبياء وخلق الأنبياء جميعا أنهم صبروا على من أذاهم وأحسنوا لمن أساء إليهم أنت تريد أن تكون قريبا من النبي يجب أن تسلك هذا السلوك تريد أن تكون في أعلى درجات الجنة يجب أن تسلك هذا السلوك هذه الليلة أنت إذا كل يوم قمت بأعمال بر بالإضافة لصلاة ولو ركعتين في جوف الليل تدبر آية من القرآن من الأعمال العالية جدا هذه أن تحفظ ولو ثلاث آيات مثلا كل يوم أحرص خلال هذه الليالي العشر لأن الحسنة أو العمل يضاعف ثلاثين ألف ضعف وأكثر لأن الله تعالى يقول ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر يعني شهر ثلاثين يوم إذا اعتبرنا مضرب في ألف ثلاثين ألف فهذه الليلة خير من ثلاثين ألف شهر بليلها ونهارها يعني لازم تضرب باثنين لأنه هي ليلة وليست نهار هي ليلة فيعني خير من ستين ألف ليلة لو ضربنا باثنان وأفضل تصوروا كم من الأجر نحن نضيع أيها الأحبة وهناك أعمال يعني أنا كما قلت لكم الكثير يفهم بعض الأمور خطأا يفهم أن قيام الليل يجب أن تقوم وتسجد وتركع هذا نوع من أنواع القيام أيها الأحبة يعني الله تعالى وضح لنا ذلك في سورة الزمر عندما قال أمن هو قانت أنا الليل قانت يعني خاشة ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه إنما يتذكر أولو الألباب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فالقيام والسجود هو جزء من قيام الليل الشيء الأهم أيها الأحبة يرجو رحمة ربه طبعا كيف أرجو رحمة الله مجرد أن أقرأ القرآن مجرد أن أجلس وأتخيل وأقول يا رب أريد رحمتك لا هناك أعمال أعمال يجب أن أقوم بها لأصل إلى هذه الرحمة وكما قلنا حسن الخلق والصبر والإحسان هذه أعمال ترزقك أو تأتيك بسببها محبة الله سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين والله مع الصابرين إذن الصبر والإحسان والتقوى لذلك سيدنا يوسف بعد أن أصبح ملكا لأعظم دولة في ذلك الوقت أصبح ملكا على مصر هذا النبي الكريم ماذا قال؟ قال أخوته تالله لقد آثرك الله علينا هو أصبح ملكا هم كانوا عصبة وأقوياء وأشداء وهو كان طفل ضعيف ولكن كان لديه شيئين أيها الأحبة تميز به ما عنهم قال إنه قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين التقوى والصبر تقودك أن تكون من المحسنين إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الصبر ثم الصبر ثم الصبر أيها الأحبة لذلك أيها الأحبة يعني والله هذه الأعمال أنت بمجرد أن تقوم بها وأنت تنوي أن تدرك ليلة القدر صدقني ستدرك هذه الليلة ولو ليس من الضروري أن ترى شيئا ستدرك هذه الليلة وتأخذ ثوابها مضاعفا والله يرزق من يشاء بغير حساب طيب الموضوع الثاني أيها الأحبة الذي يعني أحببت أن أتأمله معكم اليوم هل يمكننا رؤية ليلة القدر هذا الأمر في غيب الله سبحانه وتعالى هناك أناس تحدث معهم كرامات إكرام من الله لهم يرى أشياء مثلا يشعر أن هذه ليلة القدر هذا الأمر وارد ولكن ليس من الضروري إذا لم ترى هذه العلامات أنك لم تدرك ليلة القدر لا خطأ هذا كلام الله تعالى أكد لنا أنه أنزل القرآن في ليلة القدر وفي آية أخرى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذن والنبي قال التمسوها في العشر الأواخر إذن هذه العشرة أيام فيها ليلة هي ليلة القدر هي مجهولة أخفاها الله عنها لأنه يريد لنا الخير يريد منا مزيدا من العمل لذلك أنت عندما كل يوم كل يوم تقوم بأعمال البر ستأخذ ثواب ليلة القدر أنا ما الذي يهمني أن أرى أو لا أرى أنا يهمني الثواب يهمني رضى الله عز وجل أنا الذي يهمني أن يرضى الله عني كيف يرضى عني الله لا يرضى إلا على الصابرين المحتسبين المتواضعين الخاشعين هؤلاء الذين الله يرضى عنهم وليس الإنسان المتكبر الذي يعني يفتخر بنفسه يعني قارون قارون كان لديه علم وكان من قوم موسى كان مؤمنا رجل يعني ولكن المال أطغاه آتاه الله من الكنوز الشيء الكثير فهذا الرجل لم يرد الفضل لله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي مثل إنسان اليوم لديه الشركات يقول لك أنا هذا نتيجة علمي نتيجة دراستي شهاداتي علاقاتي كذا إلى آخره هذا الأمر مدمر أيها الأحبة فخسفنا به وبداره الأرض إذن لم تنفعه لا هذه القوة ولا العلم ولا المال ولا الكنوز ولم ينفعه فرعون ولا غيره لأنه كان في زمن فرعون إذن أيها الأحبة يجب أن تتواضع لله من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى الشيء الثاني ما هو أفضل عمل يريحك يوم الموت أفضل عمل يريحك يوم الموت الحقيقة أحبة في الله أنظروا أنا بالنسبة لي حسب الطلاعي على القرآن الكريم وأحادث النبي صلى الله عليه وسلم أعتبر أن الدعوة إلى الله على رأس الأعمال لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله أنت تنفع غيرك الدعوة إلى الله تعني أنك تريد الخير للآخرين أنك تنقذ الآخرين من النار أنك تضحي بنفسك من أجل الآخرين لذلك الصلاة والعبادات وكذا هذه تأخذ فوائدها لك أنت تستفيد منها لا أحد يستفيد من صلاتك يعني أنت عندما تقوم الليل لا أحد يستفيد من صلاتك ولكن عندما تدعو إلى الله قد تنقذ إنسان من النار ولا ياذب الله فيكون لك أجر كل الأعمال التي سيعملها بعد أن هداه الله إذن أيها الأحبة أفضل عمل هو الدعوة إلى الله والشيء الثاني العمل الصالح العمل الصالح على رأسه الصبر والتقوى قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله رقم واحد وعمل صالحا إذا الأعمال الصالحة رقم اثنان وقال إنني من المسلمين رقم ثلاثة ينبغي أن نفكر كيف نستعد للرحيل أيها الأحبة كيف تستعد للرحيل يجب أن تجهز نفسك كل يوم لذلك أيها الأحبة الله عز وجل يقول لي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل يعني فضل ونعمة ورزق يرزقون وفرح إذن يجب أن ننظر إلى يوم الموت على أنه بداية لحياة جديدة مليئة بالفرح مليئة بالسرور مليئة بالرزق ثم الملائكة عندما تأتي يوم الموت قد يقول لي قائل ما الدليل على ذلك أين علمت أن الله يعطي هذا الإنسان ولو مات على فراشه يعطيه ثواب الشهداء أنا أقول لكم أيها الأحبة عندما تأتي لحظة الموت تتنزل الملائكة عليك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ماذا؟ ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون طيب أنا أشتهي أن يكون لأجر الشهيد بعد الموت سيعطيني الله أجر الشهيد علمتم أيها الأحبة؟ لحظة الموت المؤمن الذي استقام على طريق الله سبحانه وتعالى إذا تمنى أن يرزقه الله بما شاء سيعطيهما أي شيء يطلبهم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وهنا كلمة فيها أيها الأحبة تبدأ منذ لحظة الموت ولكن النعيم في القبر أو في عالم البرزخ يكون للنفس دون الجسد لأن الجسد سيفنى ويوم القيامة سيكون النعيم للنفس والجسد معا إذن ما دمت مؤمنا ما دمت مؤمنا ثق تماما أن الله سيعطيك أجر الشهيد بإذن الله وسترزق وأنت في قبرك إذن أيها الأحبة استعداد للرحيل يجب أن تفكر أن الموت شيء جميل وطبعا نحن نكره الموت حقيقة من كلنا يهرب من الموت لا أحد يتمنى الموت أحبتي في الله لا أحد يتمنى والنبي نهى نهى أن نتمنى الموت قال لا تمنه الموت أو لا يتمنين أحدكم الموت فإن كان ولابد يعني فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كان الموت خيرا لي هذا الدعاء يجب أن تقوله دائما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي ما دامت هذه الحياة فيها خير لي فأهلا وسهلا أنا مطمئن وتوفني إذا كان الموت خيرا لي ربما أنا أنحرف ربما أطغى والعياذ بالله فالله من رحمته بك يختار لك اللحظة المناسبة للموت فلا تقول لماذا فلان مات في هذا التوقيت لو أنه عاش أكثر أو كذا أو كذا الله هو الذي يختار الشيء الثاني أيها الأحبة قلنا إن أعلى الأعمال هي الدعوة إلى الله تحدثنا والآن لدي حديث مهم جدا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين صلى الله عليه وسلم من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ما معنى هذا؟ يعني أخي الحبيب لا تشغل نفسك ليلة نهارا بأن تقول يارب أرزقني يارب أشفني يارب أعطني يارب سلم يارب يارب أدعو الله ولكن اجعل معظم وقتك اجعله ذكرا لله اجعله تبليغا للقرآن ما معنى من شغله القرآن؟ يعني فقط يجلس ويقرأ لا يفهم ويتدبر ويبلغ ويطبق القرآن أيها الأحبة أو ذكر الله لا يعني أن تقول الله 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 هذا جزء من ذكر الله ذكر الله هو أن تفهم معنى القرآن تتدبر آيات القرآن وتطبق ما أمرك الله به وتبلغ هذه الآيات ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله طيب هل هناك دعاء للرزق؟ نعم أيها الأحبة هناك دعاء أنا سأقوله لكم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز إذن الله عز وجل يبسط هذا الرزق لمن يشاء ويقدر وهو القوي العزيز هناك آيات مثلا دعاء سيدنا مثلا ذنون هذا فيه رزق لأنه فيه نجاة عندما ينجيك الله من المهالك ليس فقط أن تكون في بطن الحوت لا قد يكون عليك ديون ينجيك الله منها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا دعاء لكسب الرزق أيها الأحبة وصرف الدين عنك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهناك حديث لطيف أنا أدعو به دائما يعني عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يجلس في المسجد في غير وقت الصلاة فقال ألا أعلمك دعاء إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى دينك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال هذا الدعاء بالفعل الصحابي الذي روى هذا الحديث قال والله لم تمر إلا أيام حتى أذهب الله همي وقضى ديني هذا دعاء مهم علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أدعية كثيرة يعني طبعا أيها الأحبة سنختم بطاقة التفكير بالموت هناك تجربة أجريت مؤخرا تحدثنا عنها جعلوا أناسا يفكرون بالموت فكان أداؤهم أفضل بكثير إنسان يخضع الاختبار معين فيه نوع من الإبداع جعلوه يفكر بالموت قبل أن يقدم على العمل أو قبل الاختبار أو قبل المسابقة فكان أداؤه أعلى فقالوا إن التفكير بالموت شيء جيد له طاقة إبداعية يعطي طاقة لتعمل أكثر وبالفعل هذا صحيح أيها الأحبة لماذا لأن الإنسان عندما يفكر بالموت تتضاء المشاكل الحياة أمامه لم يعد ينشغل بالمشاريع والهموم والأحزان أحزان الماضي ولا مخاوف المستقبل يصبح همه فقط ما هو بعد الموت وكيف سيكون بعد الموت بالنسبة للمؤمن الموت أهم من الحياة حتى علماء البيولوجيا أيها الأحبة يقولون إن الموت أهم من الحياة هو الأساس تخيلوا لو أن الأرض ليس فيها موت تخيل لو أن الإنسان يعيش مثلا عشرة آلاف أو مئة ألف سنة أو هذه المخلوقات لا تموت لأكلت بعضها بعضا ولكن هناك نظام مقدر للموت على جميع الكائنات كل نفس ذائقة الموت لماذا؟ لأن هذا النظام ضروري للحياة لاستمرار الحياة وإلا تخيل أنك تجد أناسا مثلا تخيل لو أن فرعون موجود الآن مثلا في هذا العصر وقارون وفلان وفلان وكذا ستستحيل الحياة يعني ستجد الصراعات سيفنون بعضهم وبالتالي الله تعالى قال نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين إذن هذا الموت أيها الأحبة أهم من الحياة والموت هو بداية الحياة الحقيقية إذا كنت غير مؤمن وكنت غافلا عن الله عز وجل فانتظر مصيرا أسودا وانتظر مفاجآت وعذاب والعياذ بالله ولكن عندما تكون مؤمنا حقيقة لحظة الموت هي بداية الحياة الحقيقية لذلك أيها الأحبة نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يفرحنا بلقائه وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه فهو القائل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحقائق كل من يستمع إلينا أو يشاهدنا وأن يهدي بها من يشاء من عباده إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى